بسم الله الرحمن الرحيم أليس دامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل يليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنزرتهم أم لم تنذعهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سزعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر يوما هم بمؤمنين يخضعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلى أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مستحون ألا إنهم هم المقصدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى سياقينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فما ربح احتجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل يستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عين فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرط يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق حزر الموت والله محيط بالكافرين فكاد البرط يخط بصارهم كلما أضاء لهم متوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَرْ بِسْرْعِهِمْ وَبَصَالِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي اجعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غير مما نزلنا على عبرنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دون الله وادعوا شهداء من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقموا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت من كافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلا أرزقوا منها من سمرك الدزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواجا مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما خلقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما زارت الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسسون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكترون بالله وكنتم أمواتا فأحياء ثم يميجكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لهم في النظر جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهم سبع سماوات وهو بكل شيء عظيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في المطب خليفة قالوا أتدعن فيها من يفسد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح لحدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا يعلمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا لآدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالا لم أقل لكم إني قالا لم أقل لكم إني أعلم ضيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس فأستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكم أنت وزودك الجنة وكلا منها ربدا حيث سفتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم السيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضهم لبعض العدو ولكنت من أرض مستقر ومتاعا إلى حين فتلقى آدم يرض به كلماتهم فتاب عليه إنه هو الثواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعدي يوفي بعهدكم وإيايا ترهبون وأمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا مولا تافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا تتقون ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وركعوا مع الواقعين أتأمرون الناس في الهد وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني مصر وذي نذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا ينصرون وإذ نجيناكم من آل كبعا يسرونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم ويستحلون نساكم وفي ذلك من بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا لكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل كبعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العدل من بعد وأنكم ظالمون ثم أغرقنا عنكم من بعد ذلك لعلوا لكم تشكرون وإذ آلنا موسى الكتاب والفرقان قال لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العدل باتخاذكم العدل فتعبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك مخير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرقاها جهرة فأخذتكم الصارقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم علاكم تشكرون فضللنا عليكم الغبام وأنزلنا عليكم المن والسجوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذين قبل فكلوا منها حيث شئتم وغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفئ لكم خطايا وسنزيد المحسين فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا لجزء من السماء لما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل يضرب بعصوك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ودعنا كل ناس من مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا في النظ مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصفر على طعام واحد فادعنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقسائها وقومها واعدسها وبصلها قال استبدلون الذي وادنا بالذي هو خير اهبطوا مسع فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباروا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا والنصار والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعن الصالحا فلهم أجرهم عن وجد ربهم ولا خوف عليهم ولا من يحسنهم وإذ أخذنا من ساقكم رفعنا خوفكم الطور وخذوا ما آتياكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد عنعتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خردة خاسرين فجعلناها نتالا لما بان يديها وما خلفها ونوعظة للمتقين وإذ قال مساء لقومه إن الله يأمركم أن تزبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزبا قال وعنذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعونا ربك يعيّل لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فاجد ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تتمرون قال دعونا ربك يعيّل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صصراء فاقع لونها فاقع لونها تسسر الناضيين قالوا دعونا ربك يعيّل لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذكر قالوا تسير المفضة ولا تسكن حفص مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبعوها وما أخادوا يفعلون وإذ ختمتم نفسا فادارقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضرعوه ببعضها فذلك يخيل الله الموتى ويريكم آياته لعنكم تعقلون ثم قصت قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجرونه منها وإن منها لما يشطق فيخفزنه الماء وإن منها لما يهبط خشية الله وما الله بغافر عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلاما ضي ثم يحذكونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسيصدون وما يعلمون ومنهم المنيون لا يعلمون الكتاب إلى آمني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله يشتغ به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلى أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل أن كسب سجية وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلى الله بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذن قرى والجتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا من ساقكم لا تسبكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرركم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء ترتبون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم مساوى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتأمنون ببعض انكتال وتكفرون ببعض فما تزاء من يفعل ذلك منكم إلا قزي في الحياة الدنيا ويوما قيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتنا عن سبل مريم البينات وأي ديام بالروح القدس أفكلما جاءكم رسولهم بما لا تهوى أنفسكم استفضعكم ففريقا كذبة وفريقا تقتلون وقضوا قلوبنا غذف بل لعنهم الله بكفرهم فقر إلى مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيد الله وصدقوا الإمام معهم وكانوا من قبل يستفتحون على اليدهن كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعية الله عن الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قلناهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليها ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء قيم قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم عجرهم بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا من ساقكم رفعنا فوقكم الطور واخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشتدوا في قلوبهم العزل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت تكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشغطوا نود أحدهم لو يعمر ونفسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديني وهدى مصدقا لما بين يديني وهدى وبشرى للمؤمنين ما من كان عدوا لله ومنائكته ورسولي جبريل ومن كان فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلها إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء رسول من معين الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أموتوا الكتاب من الذين أموتوا الكتاب الله وعاء ظهور كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشاطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن إن الشاطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول لا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفجقون به بين المرء وزوده وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتروا ماله في الآخرة من خلاقه ولدئس ما سرده أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عهد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا روحنا مخلون ونظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشتكين أن ينزل عليكم من خير من يربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل عظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو نسلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له منك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل نفسهم قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يربوا لكم من بعد إيمانكم كفار حسدا حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأيضوا بأمره إن الله على كل شيء قدير وأكرموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدن أو نصار فكما نجهم قل هاتوا برهات إن كنتم صادقين بلى من أسلم عجمه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا غوط عليهم ولا هم يحزنون فقالت النهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست النهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوما قيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مسارد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشجق والمغرب فأينما تغلوا فسموا جهوا الله إن الله واسع عليم وقالوا اتقل الله ولدا سبحانه بل له مات السماوات والأرض كل له قال تكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تتئنى آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقنون إنا أرسلت بالحق بشيرا منذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولئن تقضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع عميتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتناهم كتاب يتكونه حق تلا يدهي أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتنا التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا لمن لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم عدوه بكلمات فات منهم قال إني جاعدك للناس إماما قال ولي من زدري يجيب قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنهم واتقضوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيديان الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فرمتعه قليلا ثم أضطره إلى عداء النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم خضاعدا من البيت وإسماعيل ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن زديتنا أمدا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويبعنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عنه التي إبراهيم إلا منستها نفسه ولقد استطيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال لابا ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فبصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله استطى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن لهم مسلمون تلك أمة من قد خلت أها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعهلون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهددوا قل بل من إبراهيم حنيفا وما كان من المستكين قلوا آمنا لله وما أنزل ليلا وما أنزل إلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفتق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهددوا وإن تولوا فإنما أن في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة ونحن له عابدون كل تحاجوننا في الله هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وكانوا هودا أو نصارا كل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كتم شهاجة عنده من الله ومن الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت أها ما كسبت ولكن ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشيق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقمون وكذلك جعلناكم أمتهم وسطل تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما دعنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقل على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا عن الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم قد نرى تقل بودهك في السماء فلنولي أنك قدرة ترضىها فولي ودهك شطرا واسجد حرام وحيثما كنتم فولي وجوههم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمنا أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتلت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعهم قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكترون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل مجهدهم وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد حرام وإنه لن حق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقره لألا يكون للناس عنكم حجة إلا الذين ضرموا فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أغصينا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكن متعلنون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعلموا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سجيل لا يموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبرونكم بشيء من الخوف والجوع ونحص من الأموال ويأنفس بالسمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إلا إليه وإنا إليه رادعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون إن الصفاء المرة من شعاء الله فمن حجت بيتا ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع حيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ويهدى من بعدها بيناه للناس في الكتاب للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيناوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعاية الله والملائكة والناس يجمعين خالقين فيها لا يخفف عنهم العجاب ولا ينظرون وإله إن إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النهار والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أفزت القوم من السماء من ماء فاحيا من ماء فاحيا من ماء فاحيا بالأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الذياح وتصريف الذياح واستحاب المسخر بين السماء والأرض ومن الناس من يتقذ من دون الله أندادا يحفظونهم بحب الله والذين آمنوا وشفت حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أنهم لنا كفرة فأتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعماله حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار يا أيها الناس كلوا مما في النرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدد مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الضوض قالوا بل يتبعوا ما ألفينا علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومسر الذين كفروا كمسر الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عنهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رسقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حظم عليكم الميتة والدم ولحن القنزير وما أمل به لغير الله فمن يرزق الرغي وباغ ولا عاج فلا يسمع ليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به سمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبره على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس الغرض أن تولوا وجوهكم قبل المشتق والمغرب ولكن الغرض ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة والنتام والنساكين وابن السبيل والسائلين وفي الدقاب والسائلين وفي الدقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والمغفون بعهدهم إذا عاهدوا فالصابين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى الحب بالحب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بمحسان ذلك تخفيق من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عزاب أليم ولكم في انخصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر حدأ الموت إن ترى خيرا فصلية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف منه صندفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غطور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية وطعام مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصروا خير لبن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه طرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما تاكمل عليكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان فيستجيبوني ويؤمنوا بي لعي لهم يرشدون أحل لكم ميلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختمون أنفسكم فتاب عنكم وعفى عنكم فالآن أباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم انخيط الأبيض من انخيط الأسود من الفجر ثم تن الصيام إلى الليل ولا تباسرون وأنتم عاقفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعل لهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأملة كل هي مواقع للناس والحج وليس الجرب أن تأكل بيوت من ظهورها ولكن الجرب من اتقى وأكل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعيلكم تفتحون وقاتلوا في ستين إلى الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتروهم حيث سقتموهم وأخرفوهم من حيث واخرجوكم والفتنة أسد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوانا إلا عن الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم لمثل ما اعتدى عليكم واقتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأئن حج والعنرة بالله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغوا هدي محلها فمن كان منكم مريضا أو به أذما من رأسه ففدية من صيان أو صدقة أو موسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعنرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجب فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم نكن أهله حضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاية التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث وفاظ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلكم آباءكم وشجد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع حساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعاة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له افتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس النهاد ومن الناس من يشتي نفسه ادقوا مرضات الله والله رؤوط من عباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد نجاتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله فرجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل يعمد الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاد زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخروا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم من قيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس أمتهم واحدة فبعث الله من نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه واختلف فيه من الذين موتوهم بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والنساكين بالسبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كل لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصصد عن سجير الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من قتل ولا يزالوا من يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعه ومن يردد منكم عن دينه فيمتوه وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سجير الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن القمر والميسس قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل معفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعدكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما والإسلاف لهم خير وإن تقالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسجح ولو ساء الله لعنة إن الله عزيز حكيم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَعْجَبَتْكَ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجِنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُرَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَ لَهُمْ يَتَذْكَرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ وَالْهُوَا ذَنْفَعْتَجِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْفُهُمْ فَإِذَا تَقْهَرْنَ فَأْتُوبُنَّ مِنْ حِيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم من ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عبّة لأيمانكم أن تبغوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سنيع عليم لا يؤاخلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخلكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤذون من نسائهم تربص واربع في أشكر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحج لهن أن يكون ما غلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله ويوم الآخد وبعورتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عيهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مروتان فإن ساكم بمعروف أو تسقيح بإحسان ولا يحب لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حجود الله فإن خفتم أن لا يقيما حجود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حجود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حجود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحهم لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن طلنا أن يقيما حجود الله وتلك حجود الله يبينها لخوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغوا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سجحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرورا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ضل نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الضرم عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظبوهن أن ينتحن أزواجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم آخر ذلك أزكى لكم وطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون كل والوالدات يرضعن أولادهن حولي كثير من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المغلود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن لا وسعها لا تضغ والدة بولدها ولا مغلو له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا تصالا عن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعن وولادا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين توفون منكم واذرون أزواجين تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجرهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعلم خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من فقبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعوا من نسخ إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعنهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا عن الصلاة والصلاة المسطة وقوموا لله قاندين فإن طفتم فرجالا ورقبانا فإذا أمينتم فاذكروا الله جماعا لمكم ما لم تكنوا تعلمون والذين تغفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا من الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا دمح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم فللم طلقات مداعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو قلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يسكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى المنى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسلتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم قتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك ولم يؤتسع تم من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسخة في العين والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبدليكم بنهر فمن يشرب منه فريس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة من بيئه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاعدنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كمن من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابدين ولما بعزوا رجانوت وجنوده قالوا ربنا أفلق علينا صبرا وسبت أقدامنا وسبت أقدامنا وانصفنا على القوم كافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله منك والحكمة وعلمهم مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نفسد الأرض ولكن الله هزوا فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فرفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مغيم البينات وأيدناه بروح خدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لعوم له ما في السماوات وما في الأرض من هذا الذي يشفع عيده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عيده إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤله حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وثقالا في صومنها والله سميع عليم الله ولي والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله كإذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وينيت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشتق فأتي بها فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذين الضعد خذية وهي خابية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم نبست قال نبست يوما أو بعض يوم قال بل نبست مئة عام فانضر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانضر إلى حمارك وانجعلك يتزينا للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أليه كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال تخذ أربعة من الطير فصرهم إليك سمجع على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا سمدعن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذنهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمسله كمسل صفان عليه تراب فأصابه وابد فتعكه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومسل الذين ينفقون أموالهم بجغاء مقضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقالوا والله بما تعملون بصير أردت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري تحتها الأنهار الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابهم كبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أدوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أولو الألباب وما أنفقت من نفقت أو نذر من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصزقات فنعيم ماهي وإن تخطوها وتخطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداء ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون أن نبت غاده الله وما تنفقوا من خير يوفينيكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين نفسروا في سبيل الله لا نستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل وغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل وإنها بسطر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الدبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الدبى وأحلى الله البيع وحرم الدبى فمن جاءهم عرضة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحك الله الدبى ويرجي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَعُوا مَا بَقِي مِنَ الزِّبَى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحب من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا لوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِذَيْلٍ إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمِّ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَيُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَدْخَصْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلِيْهِ الْحَقُّ سَفِيئًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ عِنْ يُمِنْ لَهُ فَلْيُمِّ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فاستشهدوا شهيدين من دجالكم فإن لم نكونا رجلين فرجل وامرؤتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأتى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً ومكبيراً إلى أجله ذلكم أقسقوا عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحاً ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله فالله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فنهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضهم من يؤدي الذي ائت من آمانته وليتق الله ربه ولا تبتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه فالله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخطوه وحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ببه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكة وكتبه ورسله لا نفدق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفعنك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قو قدرنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا عن قوم الكافرين